أبو لما صاحبنا مشى الولد ده مشى المعاند ده مشى أبو هيتعمل ايه؟ قال نصحته كتير وكلمته كتير وزقيت عليه أخوه أمه يمكن في القصة قلت له يا ابني ربنا هديك ما فيش فايته طبعا القصة لما بنقرأ في المثل وهي مثل بنقرأها كده السطور ورا بعضها لكن هي في الأصل لها حكايات وأحداث طيب أبو نصحه ما سمعش النصيح أو سمع من هنا وطلع من هنا أبو بكى عليه وهو ماشي وساب البيت برجلين ما هو ده اللي عقله بيضيعه طيب كمان أبوه لما ساب البيت بالتأكيد قاعد يصلي من أجله وما فيش يوم عدة غير ما يتذكروا وإمتى يرجع كمان كان قاعد مستنيه برجاء ابني هيرجع أنا عارف إن ده نزوة نزوة عناده هيضيعه والعناد ده بيجي في العقل وكانت النتيجة إنه ابنه خلاص غاب عنه غاب قد إيه مش واضح في المسألة غاب فترة يوم ولا تنين ولا سنة ولا تنين مش هي بيت القصيد ولكن أبوه زي ما بنسمع من سنايا المسأل إنه كان يجلس كل يوم ينتظره ويبكي ويصلي يمكن يرجع النهاردة يمكن يرجع بكرة وعلشان كده لما في يوم من الأيام شاف خيال جاي من بعيد ابتدى تدب فيه الروح ويدب فيه الفرح يقول لنا إيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه بالعيون اللي فيها الدموع فتحنن علي قلبه تحرك مشاعره تحركت عشان كده استقبله بمنتهى الفرح ومخلوش يكمل الكلام يعني الواد لما رجع لنفسه زي ما هحكيش بعد شوية لما رجع نفسه قال لها طبعا من البروفة أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطاط يا بتا في السماء وقدامه لست مستحقة أنا أدع لك ابنا اجي عني كأحد وجرائك حافظها كويس وبقلبه وطول ما هو مش في السكة بيسمحها لغاية ما راح هناك وهيقولها ساعة ما قالها قدام أبوه سمحها أبوه لغاية اجي عني لست مستحقة أنا أدع لك ابنا فأبوه تحنن عليه كثيرا وكانت النتيجة أنه قال له بس بس ما تكملش تعالى هاتوا الحلة الأولى وهاتوا الخاتم وهاتوا الحزاء وهاتوا العجل المسمن بس أهم حاجة عملها إنه قبله خدوا في حضنه زي ما هشرحوا إياكم دلوقتي تقولي في الإنجيل فيه معاندين أقولك يا ده الكتاب شرح كتير أكتر معاند نسمع عنه فرعون في العاد القديم فرعون لما كان متصلب ومتشدد فاشتد قلب فرعون فلم يسمع له ما هو موسى وهرون كما تكلم الرب ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليز قد أبى أبى يعني رفض أن يطلق الشعب وكلكم عارفين الدربات العشر كل ضربة عشان تخلي قلبه يلين مفيش فايدة لغاية ما جاء في الدربة العشرة بتاعة موت الإبن البكر بعد عشر ضربات مرة الزباب ومرة الضفادع ومرة نهر النيل ليتحول لدم ومرة ومرة قلبه معاند شعب إسرائيل في العهد القديم يقول كده رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة صلب الرقبة دي في تسنية تسعة تلتاشر الشعب نفسه كان معانا الفرسيين لما بنقرأ عن تاريخهم ده كانوا معاندين إلى أقصى درجة وإذا لما هنوصل لغاية حد المولود أعمى والفرسيين اللي كانوا موجودين في الوقت ده وإذا ما صدقوش المعجزة وإذا العناد بتاعهم كان شديد سألوا المسيح مرة سؤال قالوا له هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر والسبت ده عند اليهود ممنوع في عمل أي شيء تخليص نفس أو قتل نفس فسكتوا فنظر حولوا إليهم بغضب المسيح حزينا على غلازة قلوبهم وقال للرجل مدي يدك فمدها في عدد صحيح يده اللي كانت مشلولة حتى إحنا بنصلي دايما حل تعاظم أهل البدع حل تعاظم أهل البدع التعاظم ده اللي هو العناد ما هو يعمل هرتقة ويصر على الخطأ زي في تاريخنا أريوس وسابيليوس وأبوليناريوس وكل اللي أخطأه مقدونيوس وغيرهم وأطاخي ونسطور كل الأسماء ده هيت أصر على الهرتقة حل تعاظم أهل البدع هو إيه اللي عملوا الإبن بقى المعاند ده علشان نتعلم إزاي لو تصادفت مع شخص بهذه الصورة إزاي ممكن يرجع هو الحقيقة باختصار كلمات الفعل اللي عمله الإبن ده إنه قال لأبوه أعطني وبعد كده سافر وبعد كده بدت وبعد كده أنفق وبعد كده احتاج وبعد كده اشتهت عام الخنازير وآخر حاجة إنه رجع إلى نفسه